موسيقى موسيقى أهلا أحبانا مشاهدينا في كل مكان برحب فيكم باسم الرب يسوع في برنامج ليكن نور اليوم حلقة خاصة متميزة اليوم رح نسمع لشهادة عابر كيف تغيرت حياته من الإسلام إلى المسيح وخليني في البداية أقول لكل أحبائنا المشاهدين وطبعا أنا عارف الأغلبية الصاحقة من أحبائنا المسلمين أن الغرض الرئيسي من الشهادة عندما نقول الشهادة نحن نتكلم عن اختبار شخص تغيرت حياته بنعمة يسوع المسيح تقابل معه شخصيا وغير حياته هذه قدرة المسيح لكن غرض الشهادة أو الاختبار هو العملة ذات الوجهان الوجه الأول من ذات العملة هي لمجد الله أنه الله يتمجد من خلال الاختبار ما هيش استعراض عضلات ولا استعراض تفوق روحي أو اكتشاف لكن بكل بساطة هو إعلان أنه أنا كنت خاطئ بغض النظر شو خلفيتك مسلم، مسيحي، يهودي، بودي أنا كنت خاطئ وتغيرت حياتي بنعمة المسيح وتغيرت بسبب ما عمله يسوع المسيح إذ افتدانا وغيرنا وعطانا حياة أبدية والوجه الآخر من ذات العملة هو أن نكرز، أن نبشر وأن نتكلم عن الآخرين كما قالت المرأة السامرية هلما أخبركم إنسان قال لي كل ما فعلت ألعل هذا هو المسيح وهذه الشهادة بتشوف كل شخص تقابل مع يسوع المسيح التعبير على أنه تابع للمسيح وتلميذ ليسوع المسيح أنه يشهد ويتكلم عن يسوع المسيح وهذا ما نسمعه ونشاهده اليوم بنعمة الرب ابقوا معي أحبائي سأعود بعد هذا الفاصل القصير لأقدم ضيف الحلقة ترجمة نانسي قنقر أهلاً أحبائنا المشاهدين أنتم تشاهدون برنامج ليكون نور على القناة الفضائية لقناة الحياة المسيحية وأنا بشكر رب من أجلك قسيس علي أنا تعرفت عليك من خلال المكالمة وحبيتك من أول مكالمة أهلاً وسهلاً قسيس علي أنت معنا على الهواء سلام المسيح معاك ومع جميع المستمعين إلينا وجميع العاملين على إخراج وبس هذا العمل لكي أستفيد منه كثير من إخواتي المسلمين لأن أنا عشت حياتي كلها مسلم لسن ستة واربعين وكنت مسلم غير ملتزم ولكن متشدد مسلم متشدد فكل السنين دي عشتها بعيد عن ربنا إذا كان في الإسلام أو في المسيحية عشت حياة الدنيا الحياة بتاعتي الدنيا وشفت ما قاله إلي الإسلام في الكتاب المقدة في الكرآن وإزاي هو رسم الجنة إزاي هو رسم الجنة في الكرآن وأنا في إيطاليا كان ربنا أداني حاجات كتير جدا من المال يعني فأنا رحت بهذا المال وفتحت كلاب لأعمل لنفسي جنة الإسلام على الأرض لأن جنة الإسلام الجميع يستطيعون أن يعملوها مادمة معهم أموال ممكن تعمل لنفسك جنة على الأرض وده اللي أنا كنت أعمله ودي العيشة اللي أنا كنت أعيشة في يوم من الأيام أنا منتظر كل يوم بعد بعد الصيام يعني في وقت الفطار كانوا بيجيبوا يعني مواضيع تلفزيونية بس يعني مثلا دينية ففي اليوم دوت كان موجود الشيخ الشعراوي وأنتم جميعا تعلمون من هو الشيخ الشعراوي كان يعتبر من أهم الشيوخ اللي موجودين في مصر والموزيع بيسأله لو الإنسان منه له حق المسلم يعني له حق أنه يقرأ في كتب الديانات الأخرى يا أستيس أزار أنا بصيت لقيت الراجل يتنط من على الكرسي اللي هو فيه ويقول لأ لأ لا لا يمكن إحنا عندنا في القرآن في كل شيء إحنا مش محتاجين إن إحنا نقرف كتب حدي تاني كل اللي إنت عايز تعرفه موجود عندنا فلما هو أهل القريم ده بالطريقة دية خرج من بقه سهم اتراشق في قلبي وجعلني أقوم من الكرسي اللي أنا فيه وأقول عليه استوبي استوبي ده يعني متخلط إنسان متخلط لأن بالنسبة لي أنا فاهم أن أول آية نزلت في القرآن كانت إقرأ إقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من عليك إقرأ وربنا الأكرم فهنا إزاي واحد بعد 1400 سنة يجي ويقول لي ما تقراش يعني عايزني أكون متخلف ففي صراحة الشابك ده ما أنا يمنيش طول الليل وفي الصباح أنا رحت الواحد قبلها اتصلت بيه قلت له لو كان من الممكن أن أنت تجيب لي الكتاب المقدس فالتاني يوم رحت له على المكتب بتاعه هو دكتور الأسنان بتاعي هو مسيحي بروتستانتي فروحت له العيادة عنده بقول له جبت الكتاب بيقول لي آه بس لقيته بيديني جزء صغير مكتوب عليه إنجيل القديس لوق فقلت له هو ده الكتاب المقدس قال لي لأ ده ده جزء منه اقرأ ولو حبيت أجيب لك منه تاني بس أنت عارف أن أنت كمسلم مش المفروض أنك أنت تقرأ في الكتب المسيحية فقلت له يا دكتور ما تشغلش بالك بس يدين الكتاب فالدكتور اداني الكتاب وقال لي خلي بالك من نفسك ايه خلي بالك من نفسك دي الشعراوي يقول ما تقراش والدكتور اللي بيديني الكتاب المقدس بيقول لي خلي بالك على نفسك هو ايه فيه ايه بالزبط يعني في الكتاب ده المهم خدت منه الكتاب وروحت على البيت وحطت الكتاب على الترابيزة وايه فيه قلق جوايا ايه اقرأ او ما تقراش ايه اقرأ او ما تقراش بس فيه حاجة جميلة جدا انه حاسس ان فيه حاجة من جوايا بتقول لي افتح الكتاب افتح الكتاب خدت الكتاب وفتحته وبدأت تقرأ بصراحة من بداية الكتاب بتاع الإنجيل لوكا حسيت ان فيه عمليات نص او احتيال من التعليم الاسلامية اللي احنا اتعلمناها وعيشنا بيها ليه بتقول هيك السيس لان الكرآن بيقولك ان المسيح هو عبارة عن نبي او رسول وبيقولك ان هو عمل صحيح معجزات لكن هو مش ابن الله ولا هو الكدوس لان الكتاب المقدس في انجيل الكدوس هوكا ولم الملك بيكلم العذراء مريم بيقولها المولود منك يدعى ابن الله الكدوس نعم اسم الكدوس ده اسم الله هو الملك الكدوس كما نعرف من الاسلام ومن هنا اتشديت جوه الكتاب المقدس بطريقة يعني زي ما يكون القصة علي كان سفينجة ناشبة وحطيت السفينجة على الماء تبص فيها السفينجة بتشد الماء ديه لحد ما عايز تمتالي ولكن لا تمتالي عندك حب لقرأة اكتر واكتر واكتر السيس علي طبعا انا عاوز اقول ان اول مرة انت على البرنامج بس انت شخصية انت اول مرة على البرنامج لكن انت شخصية معروفة يطلق عليك فيشرمان في المواقع التواصل الاجتماعي نعم في البالتوك وكنت على برامج اخرى كنت مع الاب زكريا وبعدين وانا وانت منحكي بحكيت لشيء انه اللي لمسك كمان في انجيل لوقة قصة الابن الضال شو اللي جذبك لهذه القصة قصيص علي اوكي لما وصلت لقصة الابن الضال وبدأت اقرأ فيها واشوف المسيح ازاي بيرسد الكلام يعني اي حد ممكن يتكلم لكن مش كل واحد يستطيع انه يقرأ زي ما اتكلم الرب يسوع المسيح فكان قلبي مليان باشياء استطاع الرب يسوع المسيح من هذه الوعزة بتاعت الابن الضال انه خليني افكي وافكي 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 لا حد ما يعني لا استطيع ان انا وقف نفسي عن العياط ولكني ما بعيدش حزن ده انا بعيد فرح انا بعيد على محبة هذا الاب لما بيتكلم عن الابنين والابن الصغير اللي هو خاد المراس بتاع ابوه وهو لسه عايش ويسابه ومشي ودمر الفلوس زي ما انا كنت عامل في اكتاليا وفتحت قلبات وعملت حيات ما ترديش ربنا هو قال خليني اركع لولدي بعد ما تعب وصرب فلوسه وبدأ يكل مع الخنزير قال انا بعمل ايه هنا ده الناس بيشتغلوا عندنا في المزرعة ابويا بيقتلهم ويشربهم ويتيهم وكل حاجة اكتر مني انا فرجع لعقله وبيقول انا راجع اقول لابويا انا بلط فيك وفي السماء سمحني لكن لما الاب شافه جاي من بعيد الاب جري جي اابل ابنه ويغضب الحضن وندق على الناس اللي شغالين عنده يقول لهم عطوله قصوة جديدة ولبسوه حطوه في جزمة جديدة لبسوه حط في جزمة خاتم وقال لهم هاتوا العجل المسمى نتبحوه ونعمل فرح فرح هو ده الفرح اللي اسعد قلبي الاب اللي المفروض يكون غضان بيعمل فرح لبنه اللي عاش عيشت الناس مش عيشت ربنا يعني الاب تكلم في لوقة خمسطعش لأن ابن هذا كان ميتا فعاش وكان ضالا فوجد فابتدأوا يفرحون أمين السيس علي بعد إذنك أنا عاوز أسألك أنت في البداية ذكرت عبارة وبعد نعم بفكر فيها أنت قلت أنك أنت مسلم غير ملتزم ولكن متشدد هل تقصد بالعبارة زي ما إحنا مثلا نقول في مسيحي مسيحي اسمي وفي مسيحي مؤمن فعلا واختبر المسيح هل تقصد بهذا الشيء؟ نعم نعم أنا كنت مسلم مش ملازم ولكن متشدد أنا من عيلة في مصر اسمها عيلة الأشراف وعيلة الأشراف دي تعتبر من نسل الرسول محمد يعني إحنا أحفاد الرسول محمد ويبنفتخر وكنا نفتخر بذلك أن إحنا الناس لما بتصلي بتقول اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم فالناس لما بتصلي بتصلي لأبناء محمد اللي هو واحد فتخيل بقى ملايين بتقول الآية دي ليل ونهار في كل مكان فأنا كنت بعيش بإني واصف إن أخش الجنة لأن جدي بقى هو الشافع في النهاية فكنت غير ملتزم لأن الأعمال اللي أنا اشتغلت فيها أعمال كلها يعني غير مشرفة بالنسبة للدين إذا كان المسيحي أو الإسلامي فأنا كنت متعصب إزاي يعني مثلا أي حد يقول كلمة غلط على الإسلام أنا ممكن أهبده بعاجة أو يعني ممكن أدري حاجات زي كده زي المسيحي الإسمي يعني يعني زي المسيحي الإسمي ممكن يدافع ممكن يعمل أي شيء لأنه خلاص أصبحت زي قومية بالنسبة لإله بذلك مظبوط مظبوط فأنا كانت هز هذه الحياة هي اللي أنا كنت أعيشها لكن بقراءتي بقراءتي للكتاب المقدس أنا أصبحت إنسان تاني الكتاب المقدس غير حياتي كلها لأن أصبحت كل يوم مناظرات في أشياء مختلفة عن التسليس عن إذا كان المسيح هو الله الظهر في الجسد ولا كل المناظرات اللي بتخص الروح الخدس واللي بتخص الإسلاميات كل الحاجات دي أنا كنت ماشي فيها بطريقة يعني كل يوم كل يوم فأنا كنت قاعد بذاكر طول النهار علشان أحضر المناظرة وأفتح كتب وترجم كتب وأعمل حاجات علشان المناظرة تطلع صح لأن كنت ساعتها لست آمن مآمن بالمسيح وما كانش عندي خبرات في الكتاب المقدس ف أسيس علي اتفضل إحنا أنا رح أسألك بعد شوي عن إيه اللي اكتشفته في هوية وشخصية المسيح ولكن فعلا أنا معني جدا أحاول أصل للنقطة المحورية يعني أي النقطة المحورية اللي غيرت حياتك كنت مسلم قبلت المسيح طبعا أنت ذكرت عن الشيخ الشعراوي أنه كان هو مسبب أنك تقرأ في إنجيل لوقة واكتشفت من الإصحاح الأول والإعلان أن المسيح هو القدوس ابن الله وأنه الإبن الضال يعني كانت بمثابة تغيير لحياتك اكتشفت هذه المحبة ولكن إيه يعني في نقطة أنت صممت أعملت تصميم أنك خلاص تترك الإسلام وتتبع يسوع المسيح إيه هاي النقطة المحورية اللي خلتك تصل لهذه الدرجة مع أنها خطرة في بعض الأحيان أوكي لو المسلمين اللي مستمعين ليه يعرفوا اللي قالوا الرب يسوع المسيح في يوم من الأيام وهو الرب يسوع المسيح قاعد مع التلميذ قالوا واحد من الفرسيين اسمه نيكاديموس لما راح نيكاديموس ده كان من علماء الفرسيين وكان في الهيكل راح له بيقول له أنا عارف أن اللي أنت بتعمله ما يقدرش يعمله إنتان إلا إذا كان من عم الله نعم فالرب يسوع المسيح بيرد عليه بيقول له إن لم تولد من جديد لا تدخل ملقوت الله نعم نيكاديموس نيكاديموس بيقول له يعني راجل كبير زي يخش بطنهم متاني ويتولد فالرب يسوع المسيح بيقول له إن لن تولد من الماء والروح لن ترى الملقوت السمام الولادة الجديدة هي يعني الرب يسوع المسيح اتكلم مع نيكاديموس فيها دي خلتني أتغير ليه؟ لأن الرسول الإسلام كان بيقول إن المولود بيتولد على الفتنة وأهله يا إما بيهودوه يا إما بينصروه فهو هو مساهم هو بيقول إيه؟ لأن التنصير بالنسبة لي أصبح الولادة الجديدة المخلوق الجديد اللي ربنا بيخلقه عن طريق روح الله نفسه والنظافه عن طريق الماء لكن الروح هو الروح القدس اللي أصبح ساكن فينا بيعلمنا ويرشدنا ويورينا الحقيقة وكل واحد مسلم أنا بكلمكم النهاردة لو لم تعرفوا كيف تصلوا إلى الحياة الأبدية الآن لن تعرفوها أبدا لأن الآن السماء مفتوحة والرب يسوع المسيح ما الذي يديده لكم بيقول لكم تعالوا تعالوا أنا أريحكم الرب يسوع عايزكم زي ما اختارني يختاركم أنتو كمان الرب يسوع المسيح لما كان بيسأل التلميذ الناس بيقولوا عني إيه فالناس التلميذ يقولوا بيقولوا عليك النبي التلميذ بيقولوا عليك عنا التلميذ بيقولوا عليك أشياء كتيرة لكن الرب يسوع المسيح بيعمل نفس السؤال مرة تانية بيقول له وأنتم ماذا تقولون عني أنا ابن الإنسان فرد عليه الرسول بوتروس بيقول له أنت هو المسيح ابن الله الحقي الرب يسوع بيقوله أنا لحما ودما لن يكشف لك ذلك ولكن عبي الذي في السماوات إذن الله بيكشف لنا عن نفسه عن طريق الروح الكدس ولكن باستقبال الروح الكدس لابد أن تولد من جديد لتصبح إنسان نظيفا بدون خطية لأن هذه الولادة بتحرق تماما من أولا الخطية الأصلية اللي هي إحنا بنتولد فيها وبنجزان بيها لكن بنتولد فيها لأن جسد هو والدك وجدك وجدك لحد ما توصل لآدم مولودين بالخطية بسبب خطية هذا لكن فيه خطايا تاني كتير عملتها في حياتك يعني تزبت يعني تجوزت ثلاثة أربعة يعني عملت حاجات ما يبدو ربنا ف الرب دلوقتي بيقول لكم عن طريقي تعالوا تعالوا إلي يا جميع المتعبين اطلبوا طعتوا أنا هو نور العالم أنا هو الموت أنا هو الحياة ليس الموت رب يسوع المسيح يحيي الموت آمين آمين قسيس علي فإذن النقطة المحورية اللي غيرت حياتك هو موضوع الولادة الجديدة أو الولادة الروحية الولادة من فوق وآمنت بيسوع واتغيرت حياتك آمين كيف بتعرف أنه تغيرت حياتك طيب أنا أعرف أن أنا اتغيرت حياتي وأصبحت مولود جهيد بآمن بالرب يسوع المسيح لا أحد يقول يا رب أو الرب يسوع المسيح إلا عن طريق الروح نعم فإذا كان الروح الرب فينا فإحنا بنعيش مش للجسل إحنا بنعيش للروح إحنا بنعيش مؤهلين إن إحنا نكون مشاركين الله في طبيعته الإلهية كما قال الرسول بطرس في رسالته الثانية أول عدد أربعة يقول إن إحنا يعني الرب يسوع المسيح جه وشاركنا في طبيعتنا الإنسانية صرنا شركاء صرنا شركاء الطبيعة الإلهية هاربين من من الفساد الذي في العالم بالشهوة بالشهوة أمين فالكلام دوت ما فيش أي حد يسمعه ويراه ويدرسه وما تتغيرش حياته الكتاب المقدس ما هوش كتاب مجرد كتاب الكتاب المقدس هو الطريق للحياة الأبدية من بدايته الأخل هي قصة واحدة وهي قصة الخلاص أمين أمين فأنا من يوم ما أنا قبلت المسيح ودخلت هذه المناظرات مع جميع شيوخ المسلمين على البالتك هذه المناظرات جعلتني أعيش كتير مع الرب يسوع المسيح لدرجة أن أنا بقول للرب يعني أنا ساعات بكون قاعد في مكان لكن مش موجود فيه أنا سابح معاك يا رب لأن الناس بتند علي وأنا مستمع حياة أنا عايش مع ربنا بسبح معاك في السماء بتعلم منه وهو بيعلمني يعني أنا أصبحت في إيد الرب يسوع كعجينة وهو بيشكلها زي ما هو عايز وأنا سايب للرب يسوع نفسي لكي أصل للمرحلة اللي هو وصمي لها النهار ده تخيل يا قص أزار أنا كنت لا أتوقع أبدا أبدا في يوم من الأيام إني أكون بتكلم معاك في البرنامج بداعك زي ما احنا بنحمل دلوقتي ده كان شيء بعيد تماما عن أنك تتمنى الشيء ولكن بأمر ربنا أنا النهار ده موجود معاك ويواصق إن ربنا هيستخدمني ويستخدمك لتوصيل كلماته ولمده وإخوة كسرين من المسلمين النهاردة يعرفوا رب يسوع يا رب أنا اتفضل كنت عاوز أقول بس إضافة لكلامك من حديثي معك أنه أنت أخدت كمان خطوة جريئة خطوة مهمة اللي هي خطوة المعمودية ممكن اللي شاركنا عن هذه الخطوة وعندنا على فكرة يمكن بعض الصور اللي أرسلتها نحن ممكن كمان نشاركها على الشاشة فضل قسيس علي ماشي لما لقيت إن عشان توصل للملكوت لابد أن تولد من جديد فأنا قررت أن أحمل العمل على فكرة مفيش حد يعلمني حاجة مفيش حد بيزقيني مفيش حد بيعمل لدرجة أن الناس كانوا بيقولوا الأمراض جوز جالوا خبلان أو اتجن أو خدي ودي الدكتور أو يعني عرضي على دكتور نفسي أو حاجة زي كده بس هما ما كانوش عارفين وما كانوش حاسين إن اللي بيعمل فيا كده هو ربنا ربنا بيشكلني أنا رحت على كنيسة أرثولوصية في المكان اللي أنا عايش في دي وقت فإطرعبوا مني وبقوا مخايفين إن هما يتكلموا معايا وكانوا يعني زي ما بتقول بيزقوني برا الكنيسة يعني فأنا خدت بعضي وروح للكنيسة الكاتولوكية رهما كاتولوك شيرش وروح تكلمتي الأسيس وبقول له أنا قريت الكتاب المقدس وربي يسوع المسيح بيقوم كذا وأنا عايز أقوم بهذا العمل قال لي هون بس انت عارف علشان تتعمل في الكنيسة الكاتولوكية لابد إنك انت تخش كلاس اسمه يعني بتاخد فيه تعليم المسيحي The Catechism Of The Catholic Church فقلت له أنا ما عنديش أي مانع يعني قال لي بس السنة دي مش نقدر لأن الدراسة ابتدت من شهر التسعة والكلام ده كانت ساعة شهر احداشر فقلت له يعني قال لي يعني ممكن أدرس معاك مرة في الأسبوع وبعد كده عالسانة الجاية تتعم أنا قلت عالسانة الجاية يعني هنتظر سنة ونص علشان أتعمد فقلت له خلاص بدعم أنت بتقول كده نعم كده وبعد كده في يوم من الأيام وأنا نايم الرب يسوع المسيح والسيرة العذرة مريم كما بنشوفهم في سوارهم والأيكونات بتاعتهم جايين لي في المنام على بصات زي بصات الريح وجايين لي في المنام وهم اللي اتنين وبيبشروني بإني هتعمد السنة دي مش السنة اللي جاي فأنا كنت كل يوم جمعة بروح قابل الأسيس ده كان يوم خميس فيوم الجمعة أنا رايح للأسيس وفي قلبي فرح وعايز أعرفه أني شفت المسيح وشفت العذرة وبيقولولي أنك أنت هتتعمد السنة لي هليلويا خدت بعضي وروحت على الكنيسة فالأسيس أول ما بيشوفني بيقوللي تعال تعال يا قص يا علي تعال فروحت بيقول في ايه بيقوللي أنا عايز أقولك حاجة قولي يا قص بيقوللي احنا اتفعنا في الكنيسة أن أنت هتدرس يومين في الجمعة مش يوم واحد كل يوم أربع وكل يوم جمعة يوم الجمعة هتكون بتدرس معايا ويوم الأربع هتوصل مع الفاصل اللي هم عشان يتعمل قلت له أكيد أنا أعمل اللي أنت تقوللي عليه فأنا مرضيتش أقوله بقى على الحلم اللي أنا حلمته أو الرؤية اللي أنا شفتها لأن خلاص الرؤية اتحققت أول ما أنا وصلت الكنيسة الأستيس خادني وقاللي الكلام دوت فأنا مرضيتش أقوله أنا عايز أقوله إيه لأن أنا شفت ربنا حقق الرؤية ودي كانت من أجمل الحاجات في حاجة تانية علشان بس الوقت ما يسرقناش بعد كده اتعملت طبعا وقابلت المسيح وعمدوني أيضا بالروح الكدس في يوم الخمسين ودهلت بالسيد لكي أقبل الروح الكدس وأصبح يعني أتعلم أتكلم بقلسنة والصلاة بقلسنة وكل هذي الأشياء الرمانية بس في حاجة مهم تفضل القص لا أنا يعني لا بشكر ربا أنا عم بسمعك قصيس علي تذكرت شيء كنا نحكي فيه وأنا تأثرت منه شخصيا كنت بتشاركني بتقول إنه واحدة من المواقف اللي كمان أثرت على حياتك اللي هي والدتك اللي كانت مريضة بالسرطان في حال صعب أنا مش عاوز أتكلم عنك أنت اللي شاركنا أيوة أنا كنت جاي في السكة يعني أتفضل أتفضل أنا ممكن سبقتك شوية لا 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 أنا كنت هي دي اللي أنا كنت هتكلم فيها فكويس إن أنت يعني معايا في الصورة معاك بعد ما تعمدت وكده كانت بيجيني تلفونات من مصر إن ماما مريضة وبيعملوا لأعمليات رهيبة والكنسر كالها يعني السرطان كالها خالص وشالوا السدر وبعد ما شالوا السدر السرطان رجع تاني في العظم بقيت يعني في حالة سيئة جدا موجودة في المستشفى فأنا بقول لإخواتي كل متصل لأقول لهم بدوني ماما على التليفون في ماما تاخد التليفون وتكلمني أنا بكلمة على المسيح وبقول لها يا ماما هو الدكتور الوحيد اللي ممكن يشفيك أو يخلصك من الواجع دول يا ماما كذا يا ماما كذا وماما بعد كده صليت معاها وقبلت المسيح وكان اختبار رغيب جدا من ربنا لي إن ماما قبلت الرب يسوع المسيح قبل ما تموت في اسبوع وبعد ما قبلت المسيح حصل شيء رهيب ماما مش مستحملة الواجع والدوة ما بيقصرش فيها بأي حاجة ونايمة في السرير بتجعر ويعني مش طيقة حياتها فبقول لها ببهدنة ببهدنة يا رب عن الواجع دوة أنا تحبت منه أنا تحبت منه وبتدور على الرب يسوع وعن نور وبدأت ما تجعرش وبدأت ما تعيطش وكل حاجة ارتاحت ونامت في الليلة دي مفتاحة جدا وفي الصباح ماما فتحت عينها بصت لإخواتي وبصت لبابا وسلمت الروح لربنا فهم عايزين يلقنوها الشهادة انت عارف ان المسلم قبل ما تطلع روحه بيلقنوه الشهادة اقول اشهدوا ان لا إله إلا الله فماما ما رديتش وقفلت عينها وراحت مع المسيح قال يلويا مجدا للرب الحديث معاك السيس علي جدا شيق احنا رح نوخد فاصل قصير السيس علي ولكن بعد الفاصل انا عاوز اسألك يعني ايه الاشياء اللي جذبك لهوية او لشخصية يسوع المسيح اذا فيك تشاركنا في بعض الامور اللي هي لمسة حياتك اخوتي واخواتي سمعتوا الاختبار والاختبار اكبر من هيك بكتير لكن هو عم بشاركه بشكل مختصر بسبب طبعا انه معانا بس فترة قصيرة لكن رح نستكمل حديثنا بعد هذا الفاصل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والحديث هداية فعلا بيلمس حياتك وبغيرك مع انه انا مستغرب بقسيس علي يعني انا انا اتكلم مع اخوتي واحباء المسلمين يعني الم يقل القرآن ان كنت في شك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من من قبلك فأكيد انت يعني عم تقرأ الكتاب المقدس واجيت ليسوع المسيح هل هذا سبب لك نوع من المواجهة او الاضطهاد بسبب ايمانك في يسوع المسيح في الحقيقة تفضل قسيس علي في الحقيقة بشكر ربنا ان انا ما حصيش لي اي اتغاد ولا اي اشياء شريرة لي لحد الان محد ش يدمن ربنا يحميك لكن انا كنت بذع اهلي جميعا لقبول الرب يسوع المسيح لكن بابا مرضيش اقبل المسيح وقبل ما يموت باسبوع انا كلمته وبعدين هو قال لي اه انا شايف الفيديوهات اللي انت بتنزلها والحاجات اللي بتعملها ودي حاجات عبط بيقول لي ان دي حاجات عبط يعني يعني اه عبط يعني سخافة يعني اصدك ايوه ايوه سخافة يعني يعني شيء مش المفروض ان انا اعمله يعني شيء مش المفروض ان انا اعمله وده بصراحة انا قلت له يا بابا انا يعني لازم اكلمك يعني دي دعوة من ربنا لك ان انت تيجي للمسيح جايز ربنا خلينا اتغرب كل السنين دي والف البلاد بتاعت العالم واتكلم اكتر من لغة لمجرد انه يقبلني علشان خاطر انا اتجي كومنتم معايا لكن هل بابا بقى رجبه تباغه ان هو من الاشراف ورجبه تباغه ان هو كبير العيلة وفي البلد بيعملوا المولد لجدي كل سنة ويعني متمسك بموضوع العيلة بتاعت الاشراف وهو كبير هم مسألة كده يعني مش عارف وصفالك ازاي لكن انا قلت له انا هفضل اكلمك لكن هو بعد كده توفى وربنا يكون كلمه هو في ودانه وهو يتوفى وجاهز يكون ابن المسيح محدش يعرف محدش يعرف ربنا بس هو اللي يعرف لكن بالنسبة لولدتي ابلي بالنسبة لاخواتي اخواتي في البداية ابله ويبدأوا يشتروا الكتاب المقدس وبدأوا يقروا فيه وبعدين حصلت مشكلة فازوا عرفوا وراحوا البابا ويعملوا مشكلة وعايزين يطلقوهم والكلام من ده فبابا قال لهم بابا اقول لكم ايه اعملوا الشمط وانا هاخدكم نعمل عمرة كلنا وانا دافع تزاخر لكلهم رابل وامراته رابل وامراته واخدهم معاها في سعودية وعملوا ايه عملوا عمرة ولما نجعوا من عمرة بابا قال لهم انا مش عايز اسمع الكلام ده تاني وانتهت على كده بالنسبة اه انا بصلي ربنا ان هو يسمعني ويرسل الروح الكدس لتغيير الشعب دوت زي ما بياني يعني هو ربنا اصطفاني ليه من بقيت البشر ربنا اختارني ليه وبيختار ناس كتير زي ليه وفي ناس كتير عايشين على الارض ما عندهمش النعمة بتاعة ربنا الناس نسه بيفكروا ان الحياة الدنيا هي انك انت تبني عمرات وتشتري سيارات وتفح مزارع وتحمل اراضي وحياة كتير الدنيا مليانة باشياء والناس متغيبين والشيطان اه في عينيهم و اه في لنوبهم ويا رب انا بصل ان الناس دي تفتح الوغهم ليك يا رب اه انا وانا وانا في ايطاليا لما البابا يوحن بولوس التاني اه انتخبوه علشان يبقى هو البابا الجديد فالبابا يوحن طلع في البلكونة وبيقول اه افتحوا الباب افتحوا الباب بس نوضحي موضوع افتحوا الباب ده ايه فانا بصراحة كنت بس خرمين ايه تأول كلمة طلع يقول في البلكونة افتحوا الباب اه فالمهم لما انا اتعرفت على ربنا وخلصنا يسوع المسيح وعرفت كلمة افتحوا الباب دي ايه لما الرب يسوع المسيح بيقول انا واقف على الباب واقلع على الباب لو فتحت الباب تخش وتعش ايه وتعش معك فالرب يسوع المسيح واقف ومستنينا احنا نفتح الباب المفتاح معنا احنا عشان نفتح الباب لو ما فتحتش الباب للمسيح مش هتشوف في الحياة الابدية افتح باب قلبك للمسيح خل المسيح يدخ جواك الرب يسوع كمان الرب يسوع قال انا هو الباب اندخل بأحد فيخلص وفعلا الباب مفتوح قسيس علي انت امنت بالمسيح ودايما نشوف هذا الاشكال والاختلاف بين المؤمنين المسيحيين والمسلمين فيه مسيحيين اسميين بيعطنقوا الإسلام وفي كتير يعني احنا نقول كتير من الإسلام احنا متكلم على ملايين اللي امنوا بالرب يسوع المسيح ولكن بشعر انه في كتير افكار مغلوطة من المسلمين عن المسيح يعني مثلا احنا نتهم باشياء احنا يعني بعيدين كل البعد عنها فنحن لا نؤمن بالتناسل للجسد انه الله لا سمح الله يعني اتجع مع امرأة وولد ولد كما يقولون او يزعمون احنا نؤمن انه يسوع المسيح مات على الصليب نحن نؤمن انه المسيح هو الله الظاهر في الجسد نحن نؤمن انه الله اعلن عن ذاته بمثلث الاقانيم فانت بما انك بتتحاور كتير مع المسلمين ايه اللي ممكن اتوضح من خلال هاي الافكار في افكار مغلوطة مجرد يعني انه هاجم باشياء احنا لا نؤمن به لكن نؤمن ما يعلم الكتاب المقدس ايش ردك في هذا الموضوع ردي هو بسيط جدا لما الرب يسوع المسيح لما الرب يسوع المسيح عمل السؤالين اللي تكلم عنه اللي هو بيسأل التلاميذ الناس بيقولوا عني ايه وانتو بتقولوا عني ايه هنا الحل بتاع المشكلة ان لما الرب يسوع المسيح قال له لن يعني مش دم اللي عرف هذا الكلام ولكن الاب الذي في السماوات يبقى الاب هو اللي بيجذب الناس الاب هو اللي بيعرف الناس فاحنا نصلي احنا نصلي للاب انه هو يرسل الروح الكدس على كل الناس المسلس التسليس التسليس في المسيحيين ما يعرفوش ايه هو التسليس مش فاهمينها مش فاهمين الله الاب والله الاب والله الروح الكدس مش عارفين يستوعبوها صح علشان كده في ناس كتير شباب اه اتولدوا مسيحيين لكن بيتركوا المسيحية بسبب ان اه مش قادرين يفهموا المسيحية ما عندهم ش اختبار مع المسيح نفسه عشان ولادنا وولاد اخواننا المسيحيين يختبر المسيح لابد ان يولد من جديد يعني ايه لابد ان يولد من جديد انتو عمدتوا ولادكم وهم صيارين ومعيفوش هم عملوا ايه او تعمدوا ايه او معنى المعمودية ايه فالمفروض لما يوصل لسن معين المفروض انه يعمل كومينيون مش كومينيون وهو طفل صغير كومينيون لما يبقى يبدأ يفهم يبدأ يعرف الكتاب المقدس ويبدأ ويبدأ اختباره مع المسيح رحلة الحياة لما انا بتكلم عن الكتاب المقدس بقول ان الكتاب المقدس هو الخريطة الوحيدة التي من الممكن ان تاخدك الى الحياة الابدية لانه خريطة فيها خريطة الحياة اخواتنا المسيحيين اللي بيلحدوا بتقف معاهم اشياء كتيرة بيقف معاهم السلوس المقدس بيقف معاهم ازاي ان الجسد بتاع المسيح والدم بتاع الرب يسوع المسيح زي ما الرب يكلم اليهود الرب يكلم اليهود ويقولهم ان لم تشرب قدامي كل جسد فقالوا ايه ده الرجل ده باين عليه يعني من اللي بيأكم البشر او حاجة زي كده لكن كل دي حاجات روحية المفروض ان احنا نفهمها والكلام ده مش هيحصل وانت طفل وانت طفل صغير بتعمده هو مش فهم حاجة من الكلام اللي بقوله لكن لما يكبر شوية المفروض ان احنا ناهلو لكي يعيش مع المسيح وده طبعا ما بيحصلش في اغلب العائلات يعني السيس السيس علي الحديث معاك شيق جدا وانا بشكر الله من اجلك واحد من الاشياء وانحنا نتكلم فيها وهذا بالنسبة لكان اكتشاف انا مكنتش اعرفك لكن انت شجعتني كتير كتير انك واحد من المشاهدين للبرامج اللي منقدمها فانا بشكر الله من اجل تشجيعك ايه اللي انت استفدت او تباركت فيه من خلال البرامج البرنامج بتاع حضرتك برنامج فعلا جميل كتير لانك انت انسان طيب يعني انسان طيب في قلبك وبتحب ان العالم يعرف مين هو المسيح دي شيء من عند ربنا وبعدين انا بشوف حماسك واتفربت على كل الشراك اللي اتعملتها في فلسطين وجميلة جدا جميلة جدا انا اللي انا بكلمك دلوقتي ده شيء انا معرفش اذا كنت سهل ولا لأ لانك بالنسبة لي يعني انت هنا فوق وانا تحت هنا فانا مش عارف يعني ربنا واصلني ان انا اتكلم معاك واتكلم على البرنامج بتاعك ده شيء نعمة من ربنا وبركة من ربنا لان يعني انا زي ما تقول في الوقت دوت اكني التلميذ واحد بيسمع عايز اتعلم منك حاجة عايز يفلم منك حاجة فده مش حضرتك حضرتك من الناحة المسيحية يعني فيه ناس ده كثرة كتير قوي قاعدين على التلفزيونات وبيشرحه وبتكلمه لكن بيشرحه وبتكلمه بطريقة اكاديمية بطريقة اكاديمية فالمستمع بيميل منها ويقفل ويمشي لكن لما حضرتك بتعمل برنامج انت بتتكلم زي ما بنتكلم مع بعض دلوقتي بتحاول تعرفهم حقيقة مين هو المسيح وازاي ان المسيح هو نور العالم حبيبي اسيس علي الرب يباركك يا اسيس علي انا الوقت عم بيجري فيه قدامك دقيقتين ثلاثة اسيس علي لو في هاي اللحظات في ناس اللي بعرفوك بغض النظر في مصر او في اي مكان اخر سواء من عيلتك او من اصدقائك او حبايبك او الناس اللي بيشاهدونا وبيسمعوك عاوز توجه لهم رسالة في دقيقتين ايه هي الرسالة اللي عاوز توجهها والنصيحة اللي عاوز تختم فيها لكل مشاهد عم بيشاهدنا انا بقول لكل موسلم ولكل مسيحي طرق المسيحية وقالحد او راحس للاسلام انا بقول لهم ان الحقيقة موجودة مع المسيح المسيح هو الطريق للحياة الابدية رب يسوع المسيح قال انه هو الطريق والحق والحياة كل مسلم يعرف ان الله هو الحق وده اسم المسيح الله هو الملك والرب يسوع هو ملك الملوك ورب الارباط الرب يسوع هو نور العالم الرب يسوع عايزت جميعا تخلصون وإذا معرفت الحق تدقلون الرب يسوع المسيح عايزت تقول لكم وتخلصوا مش شوية اه وشوية لا لا انتو تعرفوا حاجة في حديث كنت بقراه مبارح الحديث ده بيقول ايه لما إله الإسلام يحب بني آدم بيندع على جبريل يقول له انا بحبه فلان فجبريل يلف على كل الملوك اللي في السماء يقول لهم ربنا بيحب فلان فتقوم تتمتبان المحبة على الأرض وبعدها لما ربنا بيبغد إنسان بيندع على جبريل يقول له انا ببغد فلان يقوم جبريل رايح يلف في السماء في السماء ويقول للملائكة كلهم إن الله يبغد فلان فتتكتب لهذا الإنسان البغد على الأرض بدون أي سبب لمجرد إن إله الإسلام بيبغده فأنا بقول لكم الرب قال في الكتاب المقدس هكذا أحب الله العالم حتى أنه بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبادية آمين فأنا أريد إخواتي المسلمين يقروا الكتاب المقدس بداية من إنجيل القديس لوقة وشوفوا التناقضات اللي مكتوبة في الكتاب المقدس والقرآن الكرآن ملغبط الكرآن ما هو إلا لبن سمك طمر هندي آية من هون وآية من أون ومتلزقين في بعض ويقول لك ده الكرآن هو معجزة الرسول محمد قسيس علي لتفضل إحنا في أمامنا التواني بس أنا حبيت في الختام أشكر رب من أجلك وبشكرك على وقتك وعلى خدمتك وعلى رسالتك وعلى صوت الحق وكلماتك الجميلة وعلى محبتك لكل الناس مسيحيين مسلمين بغض النظر ربنا يباركك ربنا يكافأك وربنا يستخدمك وكمان ربنا يحميك وعلى فكرة بصلي الرب يحقق أمنية قلبك أن تشوف كل أسرتك تلاميذ للمسيح ربنا يسمع منك آمين أحبائي طبعا الآية اللي ختم فيها القسيس علي أن الله بحبك إرادته لا يريد أن يهلك أي إنسان بل أن يقبل الجميع إلى التوبة من خلال شخص المسيح هو وعد من يقبل إلي لا أخرجه خارجا فشوريك اليوم فعلا تسأل هذا السؤال أين هو مصيري وبدعوك أنك تؤمن بيسوع وتسلم حياتك حتى تنال الحياة الأبدية اشتركوا في القناة